اشتركوا في القناة فيقول يا رب تعلمت من اجلك وعلمت من اجلك فيقول الله تعالى له كذبت تعلمت ليقال عالم وعلمت ليقال معلم وقد قيل اذهبوا به للنار فيلقى في النار على وجهه ثم يوقف بين يديه سبحانه وتعالى متصدق محسن فيقول الله عز وجل له ماذا عملت فيقول يا رب انفقت في سبيلك وعملت الخير من اجلك فيقول الله تعالى له كذبت انما تصدقت ليقال محسن كريم متصدق وقد قيل اذهبوا به للنار خلاص الشيء الذي عملته اخذت مقابلة ممن طلبت منهم ذلك ممن نويت واردتهم فيلقى في النار على وجهه ثم يوقف بين ايديه رجل قاتل بين الصفين وهو مسلم وقتل في الجهاد فيقول له الله تعالى ماذا عملت فيقول يا رب قاتلت من اجلك واستشهدت في سبيلك فيقول الله تعالى له كذبت انما قاتلت ليقال شجاع وقتلت ليقال شهيد وقد قيل اذهبوا به للنار فيلقى في النار على وجهه هذا الحديث اقضى مضاجع الصالحين لان فيه نوع فيه نوع من مواجهة الانسان بحقيقة الامر الله كريم والحق عز وجل لا يضيع ايمان المؤمنين ولا يضيع اعمال العاملين لكن الحق سبحانه وتعالى رب اله لا يقبل ان يكذب عليه لا يقبل ان يعامله العبد بالخديعة تقول اياك نعبد وياك نستعين وقلبك مشغول بزيد وبعمر بأحد من الناس لهذا جاء مرض الرياء من اشد واخطر امراض التي تصيب القلوب وينبغي للمؤمن ان يحرز على معرفة هذا المرض على معرفة كيف يفتش فتش على جلبك تعال يا مريد فتش على جلبك اشتركوا في القناة